لكن حالة ما نمشيه للمستوى السياسي انتي بيدك تولي تسقط في العموميات حتى مش ما نقولش في الشعارات واليافطات العريضة اللي ما نختلفوش عليه وقت اللي تقول ايه احنا التوانسة مفروض نقربو اكثر لبعضنا ونتجاوزو خلافاتنا هذي كلام عام وعام جدا بقدر ماك دقيق في تناول مسال الاقتصادية والمالية بقدر كي نجو سيل فاضل عبدالكيفي السياسي ما نقاوش رؤية سياسية مع تونس اليوم تونس يسيل ومانتون بمعنى انه المشكلة في البلاد هذية في 12 سنوات على الاقل استعادنا احنا بخبار كبار حتى كوزارة اللي جاونا من برا لكن الامور ما تحركتش وإلا جاونا سياسيين ما عندهم حتى علاقة بالاقتصاد والمالية هم اقرب للمناظلين منهم للسياسيين وتذكروا العركة اللي صارت تقريبا في السنوات العشرية اللي فاتت كانت هي العركة اللي كانت موجودة في السبعينات والثمانينات في كلية الحقوق في حجرة سقرات انتقل معناها رحاها للحكومات وحتى للسجال العام توا ولينا نعيشوا في عركة اخر كانت العركة بين طلبت كلية الحقوق توا نعيشوا في عركة بين ساتذت القانون الدستوري في كلية الحقوق فاضل عبدالكافي انا متأكد مثلا انا عندك رؤية اقتصادية للفوسفات لأزمة الفوسفات لكن سياسيا لو انت اليوم فصلت يا سيدي كيفاش مش تتعامل مع 15 نلف واحد اتخل يخدم في البستنا وبراتيك مو ما يعني في حد شي حتى زيتونة ما تزرعش لكن وللك ملف اجتماع قدامك اليوم كيفاش تعمل كيفاش تعاوني مع الملف هذية ونحكو على ناس توا عنده سبعة وثمانية سنين يخدم خذاق وروض بندار عارض جاب صغار مش تقول له اخرج امشي اعمل حاجة اخرى هل تحق بالقطاع الخاص اتوني عطيك قرض وبره كيفاش تعامل مثلا مع مسألة كيف نحك شوف السيلوت في تعرف الاحترام اللي نكنه ليك ومن ناس اللي نسمع كيتكلم وتحلت ربي فضل ولكن فهم نوع من التجني كيتقول في ديمة تعاود فيها وتقول وبرشا ناس يعني بالسيف تحبوا تخليوني في جبة الاختصاصي في الاقتصاد خاطر شوف ما فيماش واحد يعطيك باتين ده مش تقولي سياسي واكبر سياسيين في العالم كانوا نسف يفهموا في الاقتصاد خاطر في اخر حلقة من الحكايات تحكي وفاهم مضم الكل عيشت التونسي تتحسن ومتحسنش كواحد يعرش الأرقام ما يفهمش المفاهيم موش مطلع على شون قاعد يصير في العالم مينجمش يسير يعني لا وزارة ولا وزارة أولى لا دولة لا غيره دونك هذي الموضوع يعني حجر تسوقرات متاع الكلية متاع تونس خارقة العادة أما ما خرجتش لحقيقة ناس اللي بدلوا تونس تيجان يشلي وصدق بحرون وعزوز لسرم ومنصور مع الله وغير 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 ونسمي لك مئتين واحد كيفهم لحقيقة ما كنوش لهين في الحكاية الثوم الآن تقول لي أنتي شنو هو تيجاهك السياسي سمحني رأيتي 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 أنا اليوم قدامك معارض تونسي معارض مدني معارض عمري ما تعديت على خصم سياسي خد نسميهش عدو سياسي كمعارض أو كاف الحكم خد حتى في المعارضة قلت لك فما برشا كلام مش باقي قاعد يتقار مشينا في استفتاء بلا وكنا تقريبا الحزب الوحيد مع حزب عازيمون مشينا في استفتاء بلا وكانت غلطة من الأحزاب نعتبرها اليوم وإن شاء الله فاقه على رواحه معارف والي هي غلطة اللي قالك لا كنت شارك تدخل في منظومة قيصها هي شارك بلا ما قلنا شارك بنعم شارك بلا خطر خرج رئيس الحالي للبرلمان التونسي سيبو الدربالة وش قال قال كان اللي يتعدى غراش الغنوشي والي رئيس دول اللي هو غلط اللي هو عمره ما كامش يسير اليوم بتقولي شنية الرؤية السياسية متاعك الرؤية السياسية متاعي اللي هو احنا الحزب تقريب الوحيد اللي عارضنا الدستور ولكن نعترفه اللي دستور البلاد هو الدستور 2022 نعترفه اللي احنا ما نحبوش نرجعه قبل 25 نجويليا وش هذا سوالي سي ليه لخا نكملك ليه خاطر حاجة تشبيت حاجة أنا حبيت رؤية سياسي لمشكل اجتماعي أصبح أمر واقع كيفاش فاضل عبدالكيفي السياسي الاقتصادي يتعامل لي اليوم مع معضل إزمنت الفوسفات لا لا انت مشيت لأخر سياسي لطفي انت مشيت لآخر طرف من السؤال كانت تسمع خاليني نفسر لك شنحب نقول ومن بعد انت علق كي انت اليوم بتحكي على الشعب التونسي أمور هذين متهموش لا سمحني أنا هذا دور السياسي التونسي أنا كسياسي تونسي أنا مانيش في منطق متاع ليه الشعب ما يفهمش وما نفسر لوش دوري بشي نفسره دوري بشي نفسره ولي 14 جنفي الدولة لمت مليار دينار على 26 جمعة وخنهار 13 جوان لمت تقريب 160 مليون دينار على 13 أسبوع واحدة 26 أسبوع واحدة 13 أسبوع وخلصت 8% هذين لازم الشعب التونسي ولازم مواطنين تونسا يفهموا المالية العمومية بتحهم مش علم يدني بشي فهم عبد قاعد يتسلف على 13 جمعة وعلى 26 جمعة عليش خاطر فما مشغل في تمويل ميزانية الدولة